عشان يتم التأكد من سلبية المسحة بتاعته عشان ان شاء الله بكرة يكون مشارك مع الفريق في التدريبات احتمالية مشاركته في مباراة المقاولين هتكون إلى حد ما ضعيفة خلينا أقول لحضراتكم بقى أفضل ثلاث لعبين في مباراة الأهلي والجونة في أول مطشطنا في كاس الرابطة وهو اختيرات جمهور النادي الأهلي راح تلمين في المركز الأول العائد بعد غياب الاختيارات الجمهور تقلق رغم أنه لعب المباراة في غير مركزه محمد هاني نجم النادي الأهلي في المركز الثاني كان الصاعد الواعد واللي الحقيقة حظى بإشادة كبيرة جدا نجم الأهلي الصغير أو الشاب الواعد زياد طارق وفي المركز الثالث حارس المرمى المبشر جدا واللي ظهر بقوة في المباراتين مصطفى شبير جميل الأهلي الحقيقة في مبارات الإسماعيلي اختارت عمار حمدي عشان يكون نجم المباراة وصاحب المركز الأول في المباراة دي وفي المركز الثاني كان برضو صاعد واعد ومبشر جدا جدا محمد مغربي نتكلم على لعيب عنده 20 سنة تقريبا والحقيقة قدم مستوى يحسسك أنه لعب صاحب خبرة في المسابقات الكبيرة يعني مش مجرد لعب شاب طالع لسه بيشارك لأول مرة مع الفريق الأول وفي المركز الثالث كان مانو والحقيقة الثلاثة أجده بشكل كبير صلاح محسن كان موجود في المنافسة لكن الحقيقة مانو قدر يحسم المركز الثالث لصالحه وعشان يدخل في جدوى للترتيب برصيد نقطة وكده جدوى للترتيب بقى طبعا المقدمة زي ما هي وممناسبة مشاركة أكرم وحمدي مع المنتخب أكرم توفيق في المركز الأول برصيد 12 نقطة حمدي مركز ثاني 11 نقطة برسيتاو مركز ثالث 7 نقاط علي معلول مركز رابع 5 نقاط كهرباء طبعا لراح تركيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط معهم في نفس البركز السولية وقاليو الزانج وإحمد عبدالقادر برصيد 3 نقاط وبيتقدم طبعا هاني عشان يخش معهم في نفس الترتيب برصيد 3 نقاط وعمار حمدي برصيد 3 نقاط ومغربي نقطتين زياد طارق نقطتين محمد مجدي أفشا نقطتين والشحات بنفس الرصيد نقطتين وأصحاب النقطة الوحدة لغاية النهاردة في جدول الترتيب هما مصطفى شبير مانو بدر بنون الشناوي وعلي لطفي ده جدول الترتيب حتى تاريخه نروح مع حضراتكم لكاس أسبانيا ومفاجأة بتأكد